وجهت البعثة المشتركة لتوثيق جرائم الحرب على قطع غزة والتي تضم المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز ميزان لحقوق الإنسان الفلسطينية أشكر لمصر على التعاون الكبير من المؤسسات الصحية الرسمية مؤكدة أن 70% من المساعدات الدولية المقدمة لقطع غزة حتى مطلع مارس مصدرها مصر هذا وقد أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائد تقرير المرحلة الأولى من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في قطاع غزة هذا وقد انتهى فريق من محقق البعثة المشتركة من جولته في زيارة للمستشفيات شمال سيناء ومحافظات القناة وإقليم القاهرة الكبرى لتوثيق شهادات جرح العدوان الإسرائيلي في غزة والذين يتلقون العلاج في المستشفيات بتلك المناطق نحن بحاجة لأن نقوم بعملية توثيق تستكمل ما يقوم به زملائنا على الأرض في قطاع غزة وسيفة خاصة ولينا عندنا فرصة من خلال رعاية مصر اللي بتقدمها إلى الجرحة والأشد احتياجا وأقصر احتياجا واللي في حالة خطر أكبر توجهنا إبطالة للشطوات المصرية اللي وفقت يعني في قلال ألمان 24 ساعة ده كان أمر إيجابي جدا تحركنا إلى شمال سيناء زرنا معبر رفح زرنا مركز دوجستي في العريس زرنا مستشفيات العريش والشيخ زويد وبير العبد وبعدين عملنا جولة في منطقة قانس سويس زرنا مستشفيات سويس معلية بورسعية ثم مع عدناص في الطاهرة ومستشفى جامعة الشمس في دولة البربون في الإيليوبية وكانت هذه الفترة فترة في الحقيقة قددنا نوصق 85 ملحالات جرحة اللي 79 منهم نساء وأطفال واللي هم كلهم 100% من المدنيين التقارير بقصة شديدة بيعكس ما قامت بها البعثة في مرحلاتها الأولى بالانتقال إلى الجرحة الفلسطينيين الموجودين في مصر في محافظة شمال سيناء في مدينة بير العبد ومدينة العريش ومدينة الشيخ زويد والانتقال إلى الجرحة الموجودين في محافظات مدن القناة بالسعيد والسويس والسماعيلية والموجودين بالقاهرة بالمستشفى معد ناصر والموجودين في القلوبية مستشفى عند شمس تخصصه بمدينة العبور والتقينا بحوالي 500 جريح ومصاب وصقنا شهادة 85 من الجرحة لو لا الجهود الدولة المصرية في تسهيل عمل هذه اللجنة والإدارات الصحية في الوصول إلى تلك المستشفيات والالتقاء بالطواقم الطبية وبالضحايا لم يكن لهذا التقرير أن ينجز والتقرير بالغ الأهمية لأنه يمثل شهادات حية للضحايا للمكلومين من النساء والأطفال ومن هم موجودون من مصابين في المستشفى المصرية ممن تعرضوا إلى القصف ممن أبيدت عائلاتهم